يقول لأمه بتقول ليه بنات أخوك لو تقدموا ليهم من الناس المعينين ديل ما تدوهم لو زوجتهم منهم ما عافية ليك في نفس الوقت هي حية وأخوه زاته أبو البنات ديل موجود لكن كلفته غد يكون هو الأكبر ومشابه هذا لك نعم أقول له أخونا الحاج قضاء الله أسبق وشرط الله أوثق فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فالوالدة عفاها الله اختلفت مع أولئك الناس تنازعت معهم في شيء اشتجر النسوة فتقول يعني ما تزوجوهم لا هذا ما ينبغي إذا كان إنسان يعني دين وعلى خلق وجاء يخطب ابنتي ما ذنبه فيما في الخلاف الذي كان بين الوالدة ووالدتها ولا كذا فأقول لا إذا جاءكم صاحب الدين صاحب الخلق زوجوه والوالدة ترضونها إن شاء الله تقاطع الزواج وتعمل لهم مشكلة معافية ويرضون يستطيعون إرضاءها نعم من أرضى الله بسخط الناس ورضي الله عنه وأرضى عنه الناس أكرمك الله شيخنا الكريم وصلى الله إهديهم وإسلامهم إن شاء الله أمين